السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في سلسلة تصحيح تمارين المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي في هذه الحصة سنشغل للصفحة 96 الخاصة بتقويم ودعم وتوليف التعلومات للوحدة الخامسة Evaluation, Soutine et Synthese de l'Unité 5 سنبدأ بالتمرين الثالث الذي يقول يمثل الجدول التالي مداخل نادي رياضي خلال بعض أيام الأسبوع مدينة الأيام الاثنين الثلاثة الأربعاء عفوا الاثنين الثلاثة الخميس الجمعة والسبس لأنه يذكرنا بأنه فقط خلال بعض أيام الأسبوع ممتاز أحدد اليوم الذي كان فيه على مدخول نلاحظون بأن لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن كل الأعداد التي لدينا تحتوي على أربع أرقام أي أنها كلها متساوية في القيمة كلها تحتوي على وحدات عشرات مئات وآلاف إذن دائما عندما أريد مقارنة عدد أبدأ بأكبر قيمة وأكبر قيمة هذه الأعداد هو الآلاف هنا لدينا ثلاثة في الآلاف هنا لدينا واحد 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 إذن أكبر قيمة أو أعلى مدخول هو الذي يحتوي على ثلاثة في الآلاف ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون سأكتبها هنا في الجواب ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون اليوم الذي كان فيه أقل مدخول نلاحظ بأن في هذه الآدات تحتوي كلها على واحد في الآلاف إذن سنضطر إلى الانتقال إلى المئات هنا لدينا ستة وهنا ثمانية سبعة خمسة إذن أقلها هي 1500 درهم ممتاز المدخل الأسبوعي لهذا النادي لكي أحسب المدخل الأسبوعي سأقوم بوضع عملية عمودية في الوسخ وأقوم بوضع المجموع هنا إذن دخل الأسبوعي والمدخل الأسبوعي لهذا النادي هو 10400 درهم إذن لكي تحصلوا على هذه النتيجة الصحيحة عليكم أن تقوموا بوضع عملية عمودية ووضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والآلاف تحت الآلاف والمئات يعفوا المئات تحت المئات وثم الآلاف تحت الآلاف وأن تتأكدوا جيدا من حساب كل رقم مع الرقم الذي يليه وأن لا تنسوا الاحتفاظ لكي تحصلوا على عدد صحيح وتنجز العملية بشكل واضح في تسمرين الرابع أحدد مربعات كل شكل على شكل مجموع عددين كسريين يمثل كل منهما جزءا ملونا ممتاز إذن لكي أحدد المقام علي أن أحسبها عدد المربعات الإجمالي لدينا هنا 1 2 3 1 2 3 4 4 في 3 تسوي 12 جيد يمكنكم كذلك حساب جميع المربعات يدويا أنا فقط أقوم بحساب الطول والعرض وأقوم بضربهما فيما بينهما وأحصل على عدد المربعات الإجمالي سنتأكد من ذلك لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 جيد إذن 12 عدد المربعات الخضراء هو 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 إذن 5 على 12 زائد 1 2 3 4 5 6 7 7 على 12 8 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 2 5 6 7 7 8 9 share 12 كذلك هنا لدينا 1 2 3 3 4 5 5 6 7 th 2 3 4 6 7 8 9 9 9 9 10 8 9 9 10 9 9 9 10 10 10 ساوي 12 على 12. كذلك هنا لدينا 3 على 12. زائد 9 على 12. ساوي 12 على 12. وهنا لدينا 2 على 12. زائد 10 على 12. ساوي 12 على 12. في منذها لدينا 5 وقامت الوم بتقسيم قطعة الحلوى إلى ثمانياتي قطعة. أخذت أريج واثنان من أصدقائها اثنان على ثمانية من الحلوى لكل واحد والأب أخذ واحد على ثمانية. إذن ما هي أو ما هو نصيب الأم؟ إذن سأقوم بوضع العملية هنا. أريج أخذت اثنان على ثمانية وصديقتها الأخرى أخذت اثنان على ثمانية. والثالثة أخذت اثنان على ثمانية زائد الأب أخذ واحد على ثمانية. إذن المجموع قلنا بأن المقام يبقى كما هو ونقوم بإضافة فقط البسط. إثنان زائد اثنان أربعة زائد اثنان ستة زائد واحد سبعة. إذن كلهم أخذوا من الحلوى سبعة على ثمانية. إذن نصيب الأم كل ما أكله أصدقاء أريج وأريج والأب هو سبعة على ثمانية. إذن الحلوى بكاملها نصيبها هو ثمانية على الثمانية. أي الباقي هو واحد على الثمانية. ما ينصيب الأم هو واحد على ثمانية. سأقوم بالمهم أن تكونوا قد فهمتم الطريقة. طريقة الإجابة. إذن النتيجة هو سادسا أنجز ما يلي لاحظ ما في المقام نفس المقام أكتب نفس المقام ثلاثة زائد اثنان تساوي خمسة كذلك هنا لدينا نفس المقام خمسة زائد ستة إحدى عشر نفس المقام أكتبه كما هو تسعة ناقص خمسة تساوي أربعة تسعة تسعة ناقص ثمانية تساوي واحد سابعا جو تخص لتخص 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 أكتب أب إغالى 3 سنتيمتر بس إغالى 4 سنتيمتر أس إغالى 2 سنتيمتر أقوم برسم مثلات قائم الزاوية في أ طبعا أنا سأقوم برسم شكل تقريبي فقط وليس دقيق أكتب أربع سنتيمتر كذلك 3200 كيلوغرام أو عفوا 3 كيلوغرامات و200 جرام تساوي 3200 كيلوغرام 3200 كيلوغرام تساوي 3 طن و200 كيلوغرام 1 700 1 700 1 700 1 700 كيلوغرام ساوي 1 طن و700 كيلوغرام كيلوغرام لنساقل إلى تمرين الأخير تمرين رقم 6 ونقرأ كيلوغرام أغيفغرام أغاب 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 تقريب بوراق يصل إلى الرباط قلنا على الساعة ينطلق من الضرب إلى الساعة الواحدة و15 دقيقة ويستغرق 50 دقيقة 15 زائد 50 جساوي 65 إذن يصل على الساعة الثانية و5 دقيقة لنقرأ 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 كازابلانك وطنجة و2 يعني السغرق أو مدة الرحلة من الضرب إلى طنجة ينطلق من الضرب إلى الساعة الواحدة و15 دقيقة ويستغرق إلى الساعة الثالثة و15 دقيقة إذن مدته هو ساعتين 2 heures جيد إذن نأمل أن تكونوا قد استفدتم كما جرت العادة لا تنسوا مشاركة هذا المقطع مع أصدقائكم لكي يستفيدوهم أيضا وأتمنى لكم كل التوفيق ونلتقي في حصة مقبلة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر